مرحبا بحضرتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ما في الشك أن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات تاريخية وممتدة وليها خصوصية كبيرة باعتبار أن الدولتين لهم ثقل وقوة قوة تأثير على الأصادى العربية والإسلامية والدولية أيضا الأمر الذي يعزز من مستوى وحرص البلدين على التنصيق والتشاور السياسي المستمر فيما بينهم دائما بكل تأكيد أحمد أيضا على مستوى العلاقات السنائية هناك دائما حرص من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن العلاقات مع السعودية تصل لمستوى الشراكة الاستراتيجية كمان تبعنا أمبارح الزيارة اللي قام بيها سيادة الرئيس للمملكة وشوء ده شفناه كمان من خلال تأسيس مجلس التنصيق المصري السعودي والاتفاقات المتبدلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات في الدولتين خلينا عرف تفاصيل أكتر من الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية صباح الخير على حضرتك دائما نوارنا صباح الخير يا صاحب طيب يعني في البداية خليني أخذ من كلام فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وأقول أن من لم يملك كامل المعلومة مش مفروض يدله بدله في قضايا من هذا النوع لأنه ممكن يمثل ضرر كبير جدا على مشهد مهم هو مشهد العلاقات المصري السعودية صحيح وبالتالي الفترة اللي فاتت شهدت مجموعة من الترويج لمقلات محاولة لبس الفتن بين مصر والسعودية تواجد بالأمس بوقت هذه الفتنة من خلال الزيارة الرسمية اللي قام بها فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية لمدة ساعات قليلة تم فيها التباحث حولها مجموعة من القضايا التي لا نملك بالطبع معرفة كاملة عنها لكن نستطيع أن نتحدث عن الإطار العام بتاعها مصر والسعودية كما تفضل بسرس أحمد وأشهر ليهم خصوصية خاصة يعني دايما بيتقال جناحة الأمن والاستقرار ليه جناحة الأمن والاستقرار؟ لأنه فيه اعتبارات الجغرافية السياسية الزمان موقع مصر الاستراتيجي وموقع المملكة العربية السعودية الاستراتيجي في قلب الجزيرة العربية الأمر تطور مع الأحداث إذا أنك بتدميجي كمان الجغرافية السياسية بالجغرافية الاقتصادية السنوات الأخيرة اكتشافات الغاز في الدولة المصفية التحول نحو الطاقة النظيفة والطاقة الهيدروجينية والطاقة الرياح وإلى آخر وفيه جمهورية مصر العربية والقدرة على توليد محطات كهرباء والقدرة على إقامة مشروعات تنموية عملاقة سهمت فيها المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ثقة للمملكة العربية السعودية في قطاع النفط العالمي كل ده بيقول أن الجغرافية السياسية والجغرافية الاقتصادية بيدوا للدولتين ميزة دائمة في المنطقة العربية الأهم من دون من ده أن التنصيق دائم بين الدولتين في القضايا العربية الحساسة يعني كان دايما بيجمعنا تنصيق مستمر تجاه القضية الرئيسية القضية الفلسطينية ازداد الأمر الحاحن بعد 2011 وبعد التهديدات التي طالت الدولة الوطنية العربية ويمكن ده اللي بيكسب هذه الزيارة في هذا التوقيت أهمية كبيرة ودلالات كبيرة جدا نستهرضى مع حضرتكم طيب يعني يا فندم حضرتك كلمت على شكل أو أطر التعاون بين المملكة العربية السعودية وبين مصر لكن عشان يحصل هذا التعاون بالطبع فيه خصائص معانا لهذه العلاقة لازم يكون فيه ارتكازات محددة لهذه العلاقة أيضا من وجهة نظر حضرتك ايه هذه الخصائص أهم هذه الخصائص وهذه الارتكازات عشان يقدر نحن يحصل هذا التعاون أو هذا الدم أولا قدم هذه العلاقة يعني أول حاجة قدم هذه العلاقة علاقة ضاربة في التاريخ المملكة العربية السعودية في مرحلة التأسيس الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية قال عبارة شهيرة لابد أن نفضل فاكرينها أنه لا غنى لمصر عن العرب ولا غنى للعرب عن مصر وده أمر مفروغ منه يمكن ترجمت في السنوات الأخيرة ترجمها رئيسة فتاح السيس لما قال مسافة السكر في تعبير عن أن قوات المسلحة المصرية جاهدة لصد العدوان ومنع التهديد عن أي دولة عربية من دول الخليج العرب لما بنتكلم عن الإطار ده لازم نتفهم أن الإسهام المصري في التنمية والعمران في المملكة العربية السعودية كان إسهام تاريخي ويمكن الدولة المصرية ساهمت بداء عبر مجموعة من الاتفاقيات مع الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية في هذا التوقيت ثم تطورت هذه العلاقة إلى علاقة شراكة على مدى فترة طويلة أول عدوان حصل على الدولة مصرية نتيجة القضايا فلسانية عدوان 56 كان المملكة العربية السعودية دور مشارف فيه كذلك المملكة العربية السعودية صراعت بتمويل السد العالي في إشارة كبيرة إلى تضامنها مع الدولة مصرية بالضبط لما نبص على حرب 67 وأنا نتذكر المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية من دعم الدولة المصرية عقب الأحداث التي حدثت فيها 5 يونيو 67 اللي بيهمنا أننا دخلنا على 73 وكان الاستخدام الأكبر لإصلاح النفط للبعض للأسف بيقول أنه كان السعودية بتعلي من قيمتها في المحفل العالمي طبعا لازم يحسن مزايدات لكن حقيقة الأمر أن هذا الموقف المشرف للمملكة العربية السعودية اللي قادت من خلاله مجموعة الدولة العربية هو كان نقطة التحول في هذه المعركة نحو إنصاف الدولة مصرية وموقفة فلما بتكلمي على المرتكزات دي كلها وتضيفي لها المكون الديني والمكون الثقافي وأن الدولتين باتت لديهم النهاردة تحديات مشتركة مهمة جدا على رأسها تحدي الإرهاب والتطرف أو تحدي التطرف والإرهاب لما نبص لده ونشوف مجهودات الدولتين للتصدي ومجابهة التطرف والإرهاب لازم نتفهم أن الدولتين بيأخودوا معركة كبيرة جدا على المعترك الثقافي فيها قدرة على تجديد الخطاب الديني قدرة على إنجاز حقوق لقطعات في المجتمعات دي كانت مهمشة لفترة طويلة على أمها المرأة قدرة على إحداث نوع من أنواع التحديث المدني في ظل الحفاظ على مقاومات الدولة المملكة العربية السعودية بتسارع الوثيرة في هذا الإطار تحاول أن تنجز كثير من الإصلاحات في هذا الشأن وده أمر ينبغي أن نقدره وينقدر القائمين عليه لأنه هو بيعكس طفرة مهمة جدا نحو خلخلة هذا الفكر المتطرف اللي سات في المنطقة العربية لفترات طويلة لما بنبوص المرتكزات دي كلها ونشوف شكل العلاقة على الإطار الشعبي يمكن الإطار الشعبي ده الأهم الدولة المصرية تاني أكبر جالية متواجدة في الأراضي السعودية في المملكة العربية السعودية بتساهم في كل المشروعات التنموية في المملكة العربية السعودية ومن ثم الدولة المصرية دولة حاضرة بقوة في المملكة العربية السعودية بالقدرات شعبها العظيم على تقديم خبراته وتقديم إمكانياته إلى أشقائه في المنطقة العربية ورصها المملكة العربية السعودية كل ده بيعتبر مرتكزات نقدر نبني عليها تصور سريع لهذه العلاقة علاقة مميزة نهيج بقى عن المكون الشخص في هذه العلاقة يعني لما بتتكلمي على علاقة ملوك المملكة على طول زمن الرؤساء الجمهورية مصر العربية لما بنشوف العلاقة على هذا المستوى لازم نتفهم أنها دائما تكون علاقات مميزة وده تقدر تقولي أنه هو تكريس أو النتاج لمجمل هذه الخصائص اللي بتجعل من مكانة الزعماء في الدولتين في مكانة رشيدة وحكيمة قادرة على اتخاذ مواقف لصالح شعوبها في توقيتات حسن زي ما شفنا يمكن أن كنت كاتب حاجة في جارية الوطن وأشرت فيها إلى أن كل ثقة كل ثقة في القيادة الرشيدة للدولتين على قدرتها على تخطي كل محاولات الهدم والتخلص من الشوائد الشوائد للأسف حاولت أن تعكر العلاقات المصرية السعودية دون إدراك من اللي قاموا بهذا العمل لأبعاد هذه العلاقة أو دون وقوف على المشهد بالكامل ومسمى قدرتهم على تحليل المشهد سيد أحمد يمكن العلاقات ما بين مصر والسعودية بتتسب بالدينماكية السريعة وحضرتك في المقال اللي حضرتك ذكرته يعني تحدثت عن نمذجة العلاقات التكاملية تحديدا بتشوف إزاي حرص مصر والسعودية على التنصيق والتشاور في مجمل الملفات سواء كانت الإقليمية أو الدولية تلقا ضايا المشتركة بينها طيب مصر أحمد مبارح هذه الزيارة السريعة اللي استمرت لعدة ساعات لفقمة رئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقاء بوليه العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير رئيس مجلس الوزراء خلينا نقول أن هذه الزيارة هي زيارة رقم 15 للرئيس عبدالفتاح السيسي في فترة الولاية يعني بتتكلم على أقل من 8 سنوات فيهم 15 زيارة للفقمة رئيس عبدالفتاح السيسي كل هذه الزيارات بيقابلها زيارة مقابلة أو زيارتين مقابلتين في نفس السنة السنة الوحيدة يمكن للمكانش فيها زيارات بين الدولتين كان عام 2020 نتيجة الترابة اللي حصل في الصفر بفعل جائحة كورونا والاجتماعية إنما على أرض الواقع أنت كنت بتحقق بمؤشر الزيارات معدل تنصيق عالي ترجمته على الأرض أنك أعلنت شراكة استراتيجية في 2016 والإشراكة الاستراتيجية في 2016 دي أنت توتها بالتحول ناحية نتذكر جميعا عن زيارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية والتوقيع على معهد ومركز لتصحيح خطاب الديني في المملكة العربية السعودية في هذا الإطار وأن مصر كانت شريك في هذه القمة التاريخية القمة الإسلامية الأمريكية في المملكة العربية السعودية لما بتبص للتنصيق على مستوى أبعد الاستثمارات يمكن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في 2016 حولت إلى اتفاقيات مباشرة في 2018 و2017 عبر الزيارات المستمرة للأمير محمد بن سلمان ولقاءته المستمرة والتعاون المستمرة سواء مع فخامة رئيسها وفتاح السيسي أو مع دولة رئيس الوزراء المصر كل ده بيديك مؤشر على فعالية الحراك السياسي بين قادة الدولتين والقدرة على خلق مساحات مشتركة الدولتين الحقيقة بيضيدوا ويسرعوا من وطيرة التعاون في الفترة الأخيرة عبر خلق دوائر ابتكارية لأهداف بعيدة يعني مشروع المشرق الجديد ده مشروع مهم جدا والدولتين داخلين فيه بقوة شديدة جدا الحفاظ على الدولة الوطنية العربية ده من الأهداف المهمة جدا الدولتين بيشتغلوا عليها في إطار الالتزام بالقانون الدولي ومبدأ سيادة الدول ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصرها ومبدأ عدم انتدخل في شؤون الدول الأخرى لما بتبصت الكل ده بتقدر تدرك كثيرا للدولتين بينهم هذا الحراك السريع وإزاي الدولتين قدروا من خلال هذا التعاون أن هم يكونوا مؤثرين على الساحة الدولية خلينا ناخد مشهد آخر قمتين عاقدة في المملكة العربية السعودية القمة العربية السينية وقمة العربية الأمريكية ونشوف فعالية الدول المصر وفعالية الدول المملكة العربية السعودية في خلق حالة من التوافق حول خطاب عربي كان خطابا قويا وخطابا محددا وواضحا في ملامحه وفي أطرحاته وفي حروفه وكلماته حتى خطاب كان قوي متمسك بالسبابة العربية المختلفة من القضايا الفلسطينية مرورا بكل النكاسات التي تعرضت لها الدولة الوطنية العربية طول الفترة من 2003 منذ نهار العراق وحتى اللحظة التي نعيش فيها في ظل تداهي الأوضاع في العديد من الدول العربية نتيجة أحداث 2011 الحقيقة أن كل هذا يقبل مساندة من المملكة العربية السعودية للدولة المصرية لا ننكرها ولا ينكرها أحد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الدعم للدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو الشعبية العظيمة كانت أمورها تبقى على منحة مختلفة جدا ولو لا زيارة وزير الخارجية السعودي في هذا الطاقير بزبط زيارة وزير الخارجية السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكشفة بأن لا يمكن لأحد أن يتدخل في الشأن المصر وأن هذه صورة شعبية بالفعل كانت أمور كتيرها تتغير على الصحة الدعم الذي قدم بعد ذلك في إطار استثمارات من المملكة في المناطق الاستثمارية أو المناطق الاقتصادية الدولة المصرية سارعة بإنشاءها بيعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويمكن التصريحات الأخيرة استادرة من المملكة العربية السعودية صباح عمس بتعكس هذا الأمر أن هناك ثقة في الاقتصاد المصري وهناك ثقة في القطاعات الاقتصادية المصرية وقدرتها على النمو في المرحلة القادمة في المقابل الدولة المصرية لم تتخلى طول عهدها عن الالتزام بالدفاع عن الدول العربية في الخليج العربي بدءا من الأزمة التي تعرض لها الخليج العربي في الحرب العراقية الإيرانية ثم الغزو العراقي لكويت وشفنا الموقف المصر المشرف الملتزم بثوابت العمل العربي المشترك والحفاظ على الدولة العربية الوتيرة السريعة التي تتحدث عنها هي ترجمة لكل هذه الأليات المختلفة التي تعكس في النهاية الإدراك المشترك للمخاطر والتهديدات المحيطة بالدولة دكتور خلينا نلقي نظرة أوسع للتحركات العربية بشكل عام يعني زي ما حدثت تحدثت أن العلاقات المصرية السعودية علاقات قديمة ومتينة وعميقة وما إلى ذلك لكن كمان تبعنا أمس أن العلاقات السعودية الإماراتية بتشهد تطور أيضا ملحوظ على الجانب الآخر مصر وعلاقتها مع باقي الدول العربية نتكلم على سبيل مثال علاقات المصرية الأردنية العراقية فكرة هذا التقارب العربي هو مهم جدا وعامل آخر هو عامل التوقيت عامل آخر هو النظرة الغربية أو المشهد الغربي أو نظرة الغرب لما يحدث من هذه التحركات العربية رؤية حضرتك لهذا المشهد يمكن إحنا النقطة التي كنا نخدم بالتحديات التي توجهها الدولتين في هذا التوقيت تحدي أقليمي وتحدي على الصعيد الدولي التحدي الأقليمي أنك أنت بصدد إعادة ترتيب المشهد الأقليمي مرة أخرى من خلال تفعيل العلاقات العربية العربية وإجراءات المصالحة العربية ويمكن قريبا يمكن أن نشاهد سوريا في الحضن العربي مرة أخرى وعودة سوريا إلى الحضن العربي أمر مهم جدا والمؤشرات دعا على ده متوترة ومتوفرة طوال الفترة اللي فاتت لغة الحوار هي اللغة التي بدأت تنتهجها السياسة الخارجية للدول العربية والقبول بالطرف الآخر طالما ارتضى بالمبادئ الحاكمة للعلاقات الدولية من مبدأ حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومبدأ الالتزام بقواعد القانون الدولي الدول العربية بدأت تنتهج سياسة خارجية في هذا الإطار تميل إلى الحوار والانفتاح على القوى الإقليمية الأخرى بالإضافة إلى قدرة هذه القوى على بلورة سياسات مصالحة عربية داخلية يعني الرباع العربي في توقيت ما أخذ إجراءات ضد دولة قطر الشقيقة ثم تراجع عنها في اللحظات الأخيرة مؤخرا بعد التزام بسوابة معينة يجرى من خلالها التعامل وده بيمثل نقلة مهمة جدا في الإجراءات المصالحة العربية ولم الشمل العربي كل دي أهداف بالحقيقة بتهدف لها السياسة العربية اللي بتنتهجها الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية واللي بنقول بتحاول تخلق دوائر ابتكارية يعني ما كنت بتكلم على دائرة المشرق العربي دائرة الأمن البحر الأحمر المناطق دي دي مناطق مصلحية بمنطلقات مختلفة منطلق اقتصادي منطلق عسكري منطلق أمني لكن في النهاية هدفها إعادة بلورة العلاقات العربية وهو في النهاية ده تقوية لجماعة الدول العربية يمكن اللي احنا عملناه احنا اشتغلنا بالعكس احنا أسسنا في الأول وبعدين ما كانش عندنا الفعالية احنا النهاردة بنشتغل بفعالية أكبر لتقوية الكيان الأعظم اللي ينبغي أن يأخذ حقه والذي تواجد قبل أن يتواجد الاتحاد الأوروبي على أرض الواقع في المقابل الدولتين وباقي الدول العربية عندهم التحدي الأخطر وهو تحدي تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بغض النظر بقى مش هنتكلم على ربطها تاني بجائحة كورونا لكن احنا بنتكلم على أزمة ما بقاش حد عارف إمتى هتنتهى أزمة فيها نوع من أنواع التصاعد الذي يهدد أمن العالم وأمن البشرية في السياق ده لازم نبص المكونات الأخرى للأزمة أنك عند حضرتك في أزمة غزاء عندك أزمة طاقة وأزمة أسعار النفط أزمة في الإنتاج أزمة في القدرة على توريد السلع والخدمات كل ده بيقول أنه عندنا أزمات اقتصادية خانخة أدت إلى اقتصاد يتهاوى في العديد من الدول حول العالم وخلق أزمة اقتصادية عالمية بتتكلم على أن احنا مهددين بالدخول في الركود التضخمي فبالتالي لما بنتكلم على هذا المشهد لابد من سياسات تعاون عربية تستفيد من خلالها من خبرات الأزمات التي مر بها العالم طوال القرن الماضي يعني احنا عندنا عزيزين من الأزمات في القرن الماضي مر بها العالم أشهر في 1928-1930 والأزمة الثالث الحرب العالمية التانية ثم أزمة 2008 الأخيرة ودي كلها كانت التكتلات الاقتصادية في ربوع العالم بتنتهك سياسات اقتصادية معينة في الوقتات معينة بهذا التحقيق المصلحة لشعودها نعم وأعتقد أن قوة ومتانة العلاقات الدبلوماسية العربية العربية تحديدا في ظل هذا التوقيت يعني زي ما حد ذكرته هو توقيت حساس للغاية لما يعني يحيط به من كثير من التحديات سواء كانت الأزمة الأوكرونية الروسية أو ما سبقها من يعني جايحة كورونا ونقص في سلاسل الإمداد والتمويل تحديدا كل ده بين عكس قوة هذه العلاقات على نافذة الاقتصاد لكل الدول العربية نشكر الحقيقة على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر شكرا لسيد أحمد ناجي أمحا رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية شكرا لحقيقة شكرا لحديقة شكرا لحديقة شكرا لحديقة